برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة أعلن أنه سيصرف قبل حلول عيد الأضحى المبارك مستحقا تدريب طلبة الصيف لهذا العام استنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن تدريب طلبة المدارس والجامعات والتي بلغت 53408 دنانير البرنامج أضاف أنه سيصرف مكافأة الطلبة خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والمعاهد الخاصة عن الشهر ذاته والتي تبلغ 682 ألف دينار كما ستصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وغيرها من مكافأة للعاملين في القطاع الخاص قبل حلول عيد الأضحى المبارك